أرحب معي في السيديو بسارة العميد محمود محيدين الخبير في شؤون الأمن القومي أهلاً وصهلاً سارة العميد ويكننا نعرض قبل قليل بتصريحات لبوريل مسؤول للإتحاد الأوروبي الرفيع وهو يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح قرب الحدود مع مصر ويقول بأن الهجوم على رفح سيجعل الوضع صعباً للغاية مع مصر كيف تتصور الأمور إن ذهبت في هذا الاتجاه؟ الأمور هي ذاهبة في هذا الاتجاه لأن المستوى السياسي في إسرائيل أصبح يعبر عن هذا بصورة واضحة وبصورة صريحة وكان العائق بالنسبة له هو اعتراضات الجانب المصري والجانب الأمريكي استطاع نتنياهو من خلال محادثة التليفونية مع الرئيس بايدن أن يفرد رأيه مع الاعتبار بأنه وعد الجانب الأمريكي بأنه سيتم ترحيل الفلسطينيين من منطقة رفح على قدر الإمكان ويفتح ممرات آمنة وده مرتبط أيضاً بخطة العسكرية بفصل القطاع شماله عن وسط وجنوبه إذن المنتظر خلال المرحلة القادمة هو ترحيل إخواننا الفلسطينيين اللاجئين في مدينة رفح إلى مناطق الوسط وخاصة منطقة دير البلع على وجه التحديد وجزء كبير على الساحل في منطقة خان يونس التخوفات الدولية أو الاتحاد الأوروبي عندما تحدث عن فكرة صعوبة العلاقات مع مصر وده هيخلق مشكلة ويقصد بهذا الجانب الإغاسي ويقصد بهذا أن الهجوم على رفح سيعطل عملية الإمداد إلى الشعب الفلسطيني وسيزيد من عملية المجاعة وسيزيد أيضا من عملية عدم إنقاذ الأرواح وقتل عديدين بلا سبب وإن ده حيكون له أثر كبير جدا في تعطيل العمل في كل من منفذ كرم أبو سالم الأساسي في إدخال المعونات وبالتالي أيضا منفذ رفح البري الإستثنائي فيما يتعلق به دخول البضائع التجارية أو المعونات الجانب الأوروبي زاد على ذلك أن نتنياهو في تصريحاته يعطي مبررات للقتل وهذا ورد على لسان جوزيف بوريل وطلب كمان أن لابد أن الاتحاد الأوروبي يراجع فكرة إمداد إسرائيل بالسلاح ويمكن الخارجية الهولندية صراحت بأن هناك طلبات من أعضاء البرلمان الهولندي بمنع إمداد إسرائيل بقطع غيار طائرات الـ F-35 لأن الجانب الهولندي بعد خروج تركيا من مشروع التصنيع دخلت ضمن كونسيرتيوم أوروبي في موضوع تصنيع قطع الغيارة كان لها سابق برضو بتصنيع قطع غير الـ F-16 وبالتالي هناك مطالبات هولندية بإيقاف توريد قطع غير الطائرات الـ F-35 وده سياتك بياخدنا لنقطة أن يعني العرب أو المفاوض العربي أو المجموعة العربية الإسلامية اللي بتعمل في تشكيل غيطاء سياسي للقضية الفلسطينية اللي تركز فقط على الجانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي يتعرض لضغوط شديدة في فترة الانتخابات ونتنياهو يعني يحترف هذه اللعبة منذ زمن طويل ويتصور أنه خلال هذا العام سيحاول بكل الطرق ألا يصطدم بصورة مباشرة مع هذه الإدارة يعني انتظاراً لإدارة جمهورية جديدة يستطيع بها الخروج بحكومته إلى منتصف عام 25 وهذا برضو يدل على مصداقية التصريحات اللي أفاد بها أن الحرب مستمرة لمنتصف عام 25 فهو قال ذلك بالفعل وقال ده فعلاً وهو فعلاً يعني المشهد في رؤيتنا لي أو في دراستنا لي أنه لابد الآن من مواجهة إسرائيل بصورة حقيقية على المستوى السياسي إسرائيل يعني كافة ما تخشاه هو انقلاب عديد الدول العربية أو الكونسورتيوم العربي الإسلامي في أنه يتخذ قرارات شديدة وقرارات واضحة ولابد أن يكونها اجتماعات هناك اجتماعات لقمة عربية ولابد من هذه العودة يعني مما